يعني حلمة بقى مواجهة بارنيم يونيخ الكهربا كمان ان هو بيحب يتفرج على بارنيم يونيخ لانه فريق قوي وفيه لعيبة كتير كبار وان الفريق بالكامل بيلعب بشكل جماعي وعلشان كده لما بيتفرج عليهم بيحس ان هو بيتفرج على النادي الاهلي بيحس ان هما زي النادي الاهلي علشان بيلعبوا تقريبا بنفس الطريقة وأنه هو بيتعلم كتير جدا من بارني ميونيخ ومن لعبته وأنه ما فيش لعب معين هو عايز يوجهه وعايز يلعب مع الفريق بالكامل وقال في كرة القدم ما فيش أي فرق بين فريق أو ما فيش حاجة اسمها فريق صغير وفريق كبير احنا بنأمل أن احنا نقدم أداء جيد ووجه كمان رسالة لجماهير النادي الأهلي قال الجماهير الأهلوية بتعني لي كتير جدا وأن أنا واحد منهم وكنت من بينهم من قبل كده النادي ده شيء مميز بالنسبة لي واعتبره زي والدي أو أمي وبتمنى أن أنا أقدر أن أنا أحقق طموحاتهم وأمل أن أنا أواصل اللعب مع هذا الفريق في المستقبل وأن احنا نسعد الجماهير طيب زي ما قلت لحضراتكم وزي ما سمعنا وتابعنا فيما يتعلق بالاجتماع الفني الخاص بالمباراة الأهلي بكرة إن شاء الله هيلبست زي البديل التيشرت الرمادي والشورة الأسود والشرابات السودة وتم الاتفاق أنه يكون في كل مباراة ستة تبديلات التبديلات الخامسة المتعرف عليها وتبديل مشروط مشروط يعني إيه يعني لقدر الله لو الفريق أجرى خمس تبديلات وحصلت لقدر الله بعد ألف شهر يعني أتمنى السلامة لكل عابين إصابة شديدة في الرأس يجوز للفريق أنه يكون لي تبديل سادس أو في حالة وصول المباراة لوقت إضافي عارفين حضراتكم كل مباراة البطولة لابد أنها تنتهي بفائز يعني هي البطولة بتقام بنظام خروج المغلوب وبالتالي كل مباراة تمتد لوقت إضافي من حق الفريق كمان أنه هو يعمل تبديل سادس سيدس